السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان صبحي البديل يحرز الهدف الثالث في شباك ليبيا تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في شباك منتخب ليبيا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 72 خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي ليبيا ضمن مبارايات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وأحرز أحمد فتوح هدف منتخب مصر الأول في دقيقة 39 وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول